اشتركوا في القناة انا بفتخر ان انا جندا مع النادي الاهلي ودايما لحد دلوقتي الناس بيبقى فيها علامات كده في تاريخك قرويا بتبقى معلمة مع الناس فده اللي دايما معلم مع الناس وحاجة بفتخر بيها كمان مع نازي زي النادي 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 الاهلي طبعا بيتي اللي عشت في سنيني كلها ف... لا فكرنا انا شوية بتقول عشان الناس كتير فيه اجيال صغيرة بالوقتي يعني مثلا اللي عنده 16-15 سنين يعني لما كان جندا وتمسك رواه عنده 7-8 سنين البول دا كان ايه كوستيركا في بطولة ايه وقلوهم الموقف كمان قلنا دا في افريقيا في 2010 كنا خسرنا هناك 2-0 بتحقق في ليبيا ورجعنا هنا لازم نكسب عشان نسعد دول المجموعات فكان خلاص الماتش من احسن ماتشات اللي عبناها كمان يعني شوطل اولان احنا طالعين 0-0 والدنيا بتأزم بس احنا ككورة في الماتش دا كنا عاملين ماتش كويس بدأ كابتن متعب بعد كده فضل والحمد الله ربنا كرمني بالجني التالت دا في توقيت صعب جدا يعني كمان انا كان سني ساعتها صغير كنت 18 سنة ونص فانك تاخد القرار دا في توقيت زي دا التوفيق من ربنا طبعا وزي ما انت شايف يعني كان من اسباب ان احنا صعدنا في البطولة دي كنت تتبع مين؟ لا ايها جاء بس انا عمتا مش من نوع اللي بعرف احتفل بالجوان والكلام بس هي جات كده ما كنتش محضر الله ولا اصلا عملت قبل اي كده احتفال اصلا اللي هو مش كلمة حد التلقصي لا 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 هي جات كده انا عاد احتفل وخلاص هي جات كده اه هي جات كده انا شوفتهم في اللعبة في البرا بيعملوا كده هم عملونا هناك كده يعني ام الجمهور ساعتها في ليبيا كان عمل يعمل كده حتى كبتو عشانه فهي اصلا جات تلقائي يعني ما كانش في دماغ ان انا عمل احنا سالشخص هادي كمان اللي هو اه خالص خالص يعني انا اخر اجيبجو ان انا اسجد وخلاص اه بس اسجون برضو كان خطير يعني اه طبعا طبعا